السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له سفر طويل في العمل السياسي تخللته محطات ومواقف واشتباكات ومعارك واتهامات اجتمعت كلها وتفاعلت لتصنع سياسيا يعرف ماذا يقول ومتى يصمت وكيف يتخندق ويهاجم ويدافع ويناور عزة شابندر وهل فيكم احد لا يعرفه ضيفي في برنامج شهادات خاصة مرحبا بك استاذ حياك الله مرحبا اشوف خلفك صورة مع المالكي للاستذكار للتباهي للتوثيق اشكرك ولا نوع محطة الفلوجة والاخوان لا في الحقيقة انا الصور اللي بيها يعني تعبر عن فترة تاريخية معينة عندي بالصالون الكبير احناك والصور لا تعني الا تفسير او توثيق للمرحلة السوء متجهم وانت مبتسم لا كنا في عز علاقتنا هنا شهر العسل خطرة العسل ايه كنا في اول علاقتنا في دولة القانون على ذكر التاريخ يقال المالكي كسبك الحزب الدعوة الصحيح لا لا من جيل المالكي اي من جيل المالكي بس انا من البغداد هو من طويريج من طويريج بس الحزب يجمع مرات يعني اي بس يتخطط جغرافية لا في ذلك الوقت بغداد بغداد ويريج طويريج ناصرية ناصرية ماكو يعني تقاطع بمعنى الالتقاء الا في الجامعة في جامعة بغداد كان ممكن جدا تصهر طبعا لا اكو تنظيم خاص كان للجامعة يعني الشخص من بصرة او من ديالة يصير بالجامعة يصير الى مسؤول جامعي ايضا اضافة الى مسؤول منطقة بس انا والاخنور المالكي لم نلتقي حزبيا في اي وقت بعدين انا ما طولت في حزب الدعوة انا مقت سنتيا فقط في الدعوة هو تسألك يعني ما الذي استمالك واغراك في حزب الدعوة وانت يعني اللي يسمعك عقل منفتح على كل الخيارات الفكرية وعلى كل الاسئلة وعلى كل الفرضيات احنا انتمينا الى حزب الدعوة وعمريه 18 سنة اي شو الاغراك يعني المراهقة فكرية لا لا في الحقيقة التدين يعني كنا احنا متدينين فطريين ونتمنى لهذا الدين ان يسود المجتمع ونبني المجتمع على اساس صالح هي يعني هي عقيدة دينية خالصة وطاهرة بعدين سيست يعني صار انه هذه الرغبة في ان هذا الدين يسود في المجتمع انتقلنا خطوة الى ان الدولة او السلطة تملك الادات الفاعلة اكثر لنشر الدين وتبليغ احكامها السياسة كيف سد الدين اقول كيف انتقلنا للسياسة ولذلك صرنا نبحث عن الادات الفاعلة اكثر في نشر الدين وهي ان تمسك السلطة فانتقلتها من دعاة مدنيين متدينين حبابين الى سياسيين نريد نحصل السلطة حتى نستعمل السلطة في نصرة هذا الدين بالمجتمع نعم السياسة تفسد الدين شدت تاخذ من نقاء الدين لا تفسد الدين وانما تفسد المتدين الدين لا يفسد الدين الشيخ الوائل يعد كلام يقول فيه قد تتفق معه او لا يقول اذا تداخلت السياسة مع الدين فسد الدين وخربت السياسة جدا صحيح شو وقت اكتشفته هاي الحقيقة بس اذا صحح لم يفسد الدين يعني يفسد تدين المرء نعم الدين هو الدين النقية مو الثوابت تفسد لا لا تدين المرء يفسد نعم مت اكتشفتم ان ان السياسة تفسد التديون انا في الحقيقة اكتشف ذلك انا تركت العراق الف وتسعمائة واثنين وثمانين فشفت المعارضة اغلب اخوانا اللي سبقونا في الخروج طبعا كلهم خرجوا مجبرين على ذلك طلعت من كنت طلعت بحزب الدعوة كنت؟ لا انا اطلعت وانا في حركة منشقة عن حزب الدعوة اسمها حركة جند الامام شكلت في الف وتسعمائة سبعين اثنين وسبعين بس الجو العام كان ينظر لأي تنظيم ديني حركي لأي ناشط في الدين انه حزب دعوة وكنا لا نرفض ذلك هو العنوان العنوان العام حزب الدعوة ولكن اكو حركة جند الامام هي منشقة عن حزب الدعوة في بغداد على وجه التحديد في الحقيقة لما اطلعنا برا وشفت اني الحركات الاسلامية العراقية تمتلك حرية العمل والتعبير عن الرأي شفت انه ماكو دين ماكو دين؟ لا ماكو دين يعني بمجرد ان الدين يصطدم بالمصالح الشخصية والحزبية والفئوية ماكو دين زين ليش اتفحت هاي الحقيقة برا مو بالداخل ايه سؤال مهم هذا في الداخل العمل السري وا اكو نقاء كان والرسالة اليومية اللي يخوضها الاسلامي هي فقط نشر الدين ماكو شي وحناك برا لا صار يعبر عن يبر انتو مو بأوروبا انتو بسوريا كنتو بلبنان بسوريا بسوريا اكو حرية للمعارضة تستطيع لا تختلف الاجواء والبيئة كثيرة عن العراق نفس الاجواء هاي بالنسبة للسوري السوري المعارضة طبعا حتى انتو اقصد الاجواء المجتمعية يعني شكتب عنها سوريا لا هو مو هذا الاساس الاساس انه من طلعت انت صلت تشتغل سياسة بشكل اعلني بس من كنت في العراق كنا نشتغل دين سياسة من نشتغل سياسة ننويها ولا نعمل فيها وعليها بس من طلعنا برا صلنا نشتغل معارضة نشتغل سياسة ماذا كان في بيت الاسلام السياسي في المهجر في سوريا تناحرات اي اشتباكات اتهامات لما طلعوا الاسلاميين برا كشفوا عن هوياتهم يعني احنا في داخل العراق ما اقول انا جند الامام مدعوة او الاخ الاخ يقول انا منظمة العمل انا مدعوة ولا ابو المجلس الاعلى اللي هو تأسس طبعا هذا يعني برا تأسس حركات جديدة مجلس الاعلى تأسس حركة المجاهدين العراقين متأخر تأسس المجلس يعني 82 يعني اكو حركات جديدة تأسست حركة المجاهدين العراقين الحركة الاسلامية في العراق فمن تعددت واجهات الاسلام السياسي طبعا راح تتنافس هنا ما قديم راح مدي التنافس زين شنو الغنيمة اللي تخلي الناس ينفضون عن الدين ويتجهون للدنيا ما قعدكم غنيمة دسمة شنو نقعدكم الزعامة والرئاسة على شنر رئاسة على الحزن على الإمارة ولا على الحجارة بالضبط هذا صحيح يعني احنا أنا هسا ما أستغرب أن يصير قاتل ومقتول بين متدينين على مراكز السلطة لأنه ابن المعارضة لا توجد سلطة ولا يوجد امتياز له قيمة يستحق الخلاف بس كان أكو خلاف وأكو تنافس يعني تريد قول كان الدكا كيم أقول لما هو على حجارة وأكو خلاف طيب على إمارة شلون ما يصير خلاف وين هالإمارة هي الآن الآن لا الآن لا طبعا الآن يختل أقول الآن على إمارة ما أستغرب أكو خلاف لأن على حجارة كان أكو خلاف جيد أستاذ عزة بالاثنين واثمانين كان فرضية إسقاط النظام على أيدي المعارضة مطروحة ناقشوها طبيعي يعني وهي ممكنة في ذروة قوة النظام بالاثنين واثمانين إي كأي معارضة تمنيات لا لا تبدأ خطوة خطوة الألف ميل مثل ما يقولون خطايته الخطوة الأولى أنك تعلن عن نفسك تفضح جرائم النظام علنا تتواصل مع قوى إقليمية أو دولية ليس من مصلحتها أن يبقى صدام حسين هذا عمل سياسي المعارضة تشتغل بإيقاع واحد لو أنتم الإسلاميين بإيقاع يختلف نشاز كان لا إيقاعات مختلفة المعارضة الإسلامية تعمل بطريقة والوطنية والعلمانية تعمل بطريقة أخرى الكردية تعمل بطريقة أخرى انسجمت كل المعارضات عدل الإسلاميين من 1980 حتى 1988 عملوا جبهات في سوريا جبهة الوطنية التقدمية الديمقراطية جبهة الوطنية الديمقراطية يختصروا هجود وجوقد ومشاكل نعم فكلهم غير الإسلاميين أقول اشتغلوا سياسة على طريقتهم الإسلاميين بعد 1988 بعد توقف الحرب العراقية الإيرانية بدون غالب أو مغلوب فتحوا القريحة للتفاعل والتعامل مع أطراف سياسية أخرى ليست إسلامية وبدوا يعيش يحاول يؤطروا هذا الانفتاح ويؤطروا هذا العمل أيضا بجبهات تعالفات ميثاق مشاكل شنو النوع العلاقة مع سوريا كانت توجيه دعيم ورح أسألك عن إيران وراها سوريا كان نظام كان ضد نظام صدام مو وبالمنطق يقول لازم يحتضن المعارضة كما يحتضن صدام المعارضة ضد حفظ الأسد الله الحم ويدعم المعارضة العراقية على هذا الأساس دعم متباين كان للمعارضة يعني هل هناك مقربون للأسد مثلا قوة مقربة وقوة القوة التي هي أكثر فاعلية أكثر جماهيرية طبعا ستكون أقرب يعني تحظى برعاية أهم حسب حجمها حسب حجمها تأثيرها وفعليتها تأخذ تسهيلات أكثر تأخذ مساعدات ماكو مساعدة كانت صير اجتماعات أو لقاءات بالسفارة الإيرانية بزمن أختري من كان سفير الإيران بالمعارضة الإسلامية خصوصا هل صحيح؟ أمر طبيعي يعني إيران تدعم المعارضة الموجودة على أراضيها وأيضا تتعامل مع المعارضة الموجودة على الأراضي السورية على اعتبار أيضا سوريا وإيران منسجمتين دولتين منسجمتين في مواقفهم السياسية تجاه العراق وفي المنطقة فأيضا نعم الشيخ أختري كان يلتقي بالمعارضة والعراقية الإسلامية على وش التهديد طبعا هذا لا يعني لا يلتقي بغيرهم عدة مقربين يعتمد على ناس من العراقيين المعارضة الإسلامية مثلا كل ما كانت هذه المعارضة متأرنة أكثر كل ما كانت متأرنة متأرنة نعم كل ما كانت مثلا تؤمن بقناعات الثورة كولاية الفقهية أو ويرها كل ما تكون أقرب مصاري كانت يطول على قلتهم سوريين مصاري في سوريا ما أعتقد لا السوريين ولا الإيرانيين يعطون في سوريا ولكن في إيران أعتقد في دعم في دعم في دعم يعني عجب أنت ملحة للإيران شخصية عدك وغضع نفسي لو ظروف ما تهيئت لا لا أنا رحت لإيران لا أنا عشتي بإيران له زيارات أكثر من سنة لا رحت أكثر من سنة و مو مو جوي ما الذي اكتشفته اكتشفت أن المعارضة العراقية حتى فعلا تسقط صدام حسين يجب أن يكون محيطها عربي ليش معنى عربي العراق عربي أدري مو شرط المعارضة عربي لا لأنه لا المحيط يجب أن يكون عربي لأنه الالتصاق بإيران يحد من حركتك كمعارضة عراقية يحد من مساعديك وداعميك في المنطقة وفعلا بالنهاية مو إيران التي أسقطت صدام حسين خارط حرب ثمان سنوات هو خارط حرب معاها وما قدرت تسقطه لأن هناك محيط عربي تمسك بالنظام فضلا عن قوة النظام أيضا فضلا عن قوة النظام نعم ولكن حينما يتخلى لمحيط العربي عن هذا النظام مهما كان قويا يضعف وكانت نهايته السقوط كيف كانت تتعامل إيران مع المعارضة يعني هل هناك تباين في دعمها لهذه القوة دون تلك يقال مثلا كانوا يدعمون منظمة العمل على حساب الدعوة يقال أنهم كانوا يزجون بالشباب العراقيين في الحرب وبعض الإسلاميين يشجعون على ذلك يقال الكثير عن الحياة المعارضة العراقية في إيران أخي الإسلامي العراقي يؤمن بأن إيران إيران إسلامية جمهورية إسلامية والإسلام كعقيدة سواء كانت عند الشيعي أو السني الإسلامي يعتقد أن الحكم الإسلامي أما أينما يقوم هو هاي دولته هاي النظرة العامة مالفكري ماذا أحجع الفكري عن السلوك هل كان يتعاملون باستهانة مع العراقيين ما سألتني هذا السؤال أنت جاءتني أنت جاءتك على سؤالك الآن تغيرت سؤالك لا ما غيرت كيف تتعامل أنا أقول يعني قناعات الإسلاميين بأن الدولة الإسلامية أينما تقوم هو هذا بلدهم هاي قناعة إسلامية ما تتعلق بشيعي أو سني كل الإسلام السياسي هكذا يتصرف فالإسلام العراقي والشيعي تحديدا كان جائز يخوض الحرب مع إيران حتى ضد بلده هاي القناعة كانت معاراة وطنية ما في الإسلام وطنية أنت تعرف ذلك الإسلام ما عنده حدود لا قومية ولا وطنية الإسلام أممي والإسلام ينظر للزعيم بغض النظر عن لوله وجنسيته ولوته وقوميته ثم الإيرانية تعاملون بروحهم القومية هذا موضوع آخر هذا موضوع آخر وهسا هم موضوع آخر دولة الإسلاميين اللي ما كانوا يحر اللي كانوا يحرموا الديمقراطية ويحرموا الوطنية وشلون هسا هما ببلد يعتبروا أول صفاته أنه ديمقراطي اتحادي وما شاك كلها تناقضات ولكن الإسلام العراقي كان مخلص لقناعاته ومستعد أن يقاتل في إيران حتى ضد بلده حتى أنا لو أخويه بالجبهة الأخرى وأنا أضرب قذيفة يمكن أن تصيب أخي ما يهمني كان لأنه أنا إسلامي وتقييم المواقف غير تقييم العراق مخلص الإيرانيين بالمقابل مخلصين الإيرانيين نوعا نوعا أكو إيراني فارسي معتز بفارسيته ومستعد لاستخدام كل ما يتوفر بين يديه من أجل قوة إيران إيران لا 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 أتحدث عن الشعب أتحدث عن المؤسسات الدولة الأقاف أنا دا أتحدث عن ما يستطر هو الإيراني الحاكم يعني نوعا قسم منه يعتز بفارسيته أكثر من إسلامه وأكثر من تشيعة ويريد الإيران أن تكون دولة فارسية قوية داخل إيران وعدها نفوذ وموقع مؤثر في المنطقة لكن هناك إيرانيين قادة إيرانيين آخرين لا يتجاوز الفارسية ويتجاوز الإيرانية ويتعامل مع القضايا كما يتعامل العراقي المخلص نعم العلاقة كانت علاقة تبعية صداقة تحالف لا توجد اليوم معارضة وخاصة مو قوية وخاصة تعتمد على الحليف في أن تقف على قدميها تتكع على الحليف ما ممكن بيش معارضة تكون ند للطرف الدائم حتماً هو يستمع أكثر مما يسمع حتماً هو يعني يقبل أكثر مما يتقبل منه وهذه علاقة طبيعية التناحر بينات منتقل الإيران بين جماعتنا جداً طبعاً نعم طبيعاً تناحر المعارضة العراقية موجود في كل مكان في سوريا طبعاً بيدسه ونفاق وتسقيطه حالة بشرية طبيعية موجودة عند كل المعارضات يعني الآن المعارضة السورية في تركيا نفس المصيبة المعارضة السورية في بريطانيا نفس الشيء وهم مو إسلاميين حتى العلمانيين واحد يسقط الآخر واحد يحرق الثاني بس من الإسلاميين يفترض أن تكون بعيدة يفترض على اعتبار ثوابت وقيم وحصانة هذه هو موقن السياسة تفسد التدين من صار المتدين السياسي بعد ضيع المشكتين لا بقى متدين ولا يعرف يمتهن هذه الصنعة صنعة السياسة خلنا نروح الوقفة نرجع مشاهدة كرام وقفة ونتواصل مع ضيفنا الأستاذ عزيزة شامد مرحبا بكم ثانية أستاذ عزيزة شنو قصة كجليد البديل كذا كان متهم عزيزة الشاب الدر بدعمها في سوريا البديل اسمها مو في الحقيقة يعني لما أنا أخذت قرار أطلع من إيران بعد سنة من البقاء هناك وهذا مو قراري بس قرار الكثير من الكوادر كوادر الحركة الإسلامية العراقية اللي بدأت تؤمن أن البعالة العراقية يجب أن يكون يجب أن تعمل في محيط عربي المحيط العربي يؤثر على صدام أكثر من إيران بالعكس هذا تبلور خط أي عدد من يقوده أو من يكرسه الشباب الأمثالي نعم كثير من الشباب لا أكو قوة سياسية تبنته لا لا أبدا اتبنى شخصيات سياسية موجودة في أحزاب الإسلام السياسي ولكن اكتشفت بشكل مبكر أننا راح ينغلط وصرنا نؤمن أن الحرب العراقية الإيرانية لا تسقط صدام ولا توصلنا إلى الهدف السياسي الذي هو أسقاط النظام وإقامة النظام آخر صرنا نؤمن أن هذه الحرب بدأت تستهلك الطاقات العراقية المعارضة في مشروع حتى نطبعها بكل صراحة بالمعنى الحرفي للكذبة نسلخ جلودنا حتى نطبعها تصدر بشكل أسبوعي؟ أي ما كانت تكلف كثير بس حتى هذا القليل ما حاولت تتحصلون دعم من إيران من سوريا إيران ما دعم سوريا ما تدعم من أنتو اعتبركم خارجين على القانون لا يعني مارقين أي سوريا ما تدعم ما تتطفل المصاري ماكو سوريا يأخذون مصاري الجمع وإيران ما تدعم إيران اعتبرت هذه الجريدة مؤامرة بس كانوا يطيرون من محمد الشبط لأنه قريب من نعزة الشاب الدر فأنت يعني معناها أنت يعني يتسترون منك إي بدي هس شنو دور سامي البدري بهذه القصة؟ لا ما إلى دور سامي سامي هو المفكر الرائع اللي تزعم انشقاق حركة جند الإمام من الدعوة لكن بعده ما واصل ما واصل العمل السياسي ظل منغمس بالعمل الفكري والعقائدي وحتى الساعة بالمناسبة على ذكر العمل الفكري الإسلام السياسي الشيعي ما أنجبوا فكريين كبارا هذا الصدر الأول تتفق بأي أولاً وأولاً الصدر الأول هو مو نتاج الحركة الإسلامية لا هم تبنوا هم ذبوا نفسهم لا مو تتقول ما أنتجت هذا هو أيضاً مو نتاج لا لا مو أنا وراح أفترض كما هم يسوقون هو الأب الروحي الأب الفكري اللي طلعت من تحت عباة هاي فإذن هو أنتجهم وهم أنتجهم أنت سؤالك أن الإسلام السياسي ما أنتج مفكرين وضربت مثل عدى السيد الصدر الأول رحمة الله عليه هو حتى الصدر الأول مو نتاجهم إطلاقاً وإنما هم التحفوه وحاولوا أن يعتبروا أبروحه وهذا مو صحيح أيضاً ما كان صحيح أشوف الحركة الإسلامية العراقية أول مرة تتفقية ما أنتجت طبعاً إلا القليل لا حتى القليل ما عرفه لا لا هذا القليل يعني محمد الشابوت رجل مفكر غالب الشاب أندر مفكر بس هذولا وأمثالهم اللي يعدون على الأصابع حينما تتبلور شخصيته الفكرية والرؤيوية يطلع ما يبقى ما يبقى لأنه الإطار أضيق من أن يتسع لفكرة ولتجديدة فيطلعون دولة ولذلك كل اللي يبراسوا بخير كانوا بس الشخصيتها تكون واضحة استغرزك المفكر نقول مفكر الذي مفكر بالإضافة وليس بالحفظ كما يقال الذي يضيف شيء الذي يشترح فكرة جديدة فهذا ما يبقى هذا لا من اشترح محمد الشبط اشترح المفكر تتوصف لي هذا ضمن حضرتك يعني تعتقد ذلك لكن خلينا معايير ومصدرة نسبي التقييم والتقدير أنا لا أنا بحث عن ملمح حتى لو ملمح لا محمد مفكر هو غالب مفكر لا غالب موضوع آخر ليش آخر نفس الشوء ما ذولا من الحركة الإسلامية العراقية نعم المفكر هو القادر على أن يضيف يعطي جديدا هذا الموضوع وكثير عدة من الأخوان الذين يعطون جديدا ولكن هذولا ما يبقون بالحركة الإسلامية والسبب وهذا مسبب يعني هذه الظاهرة غير صحية في الحركة الإسلامية العراقية مسببة لأن الحركة الإسلامية العراقية في السنين العشرة الأولى اللي هي من 58 إلى 68 كانت ثقافية صرف وهادئة و68 إجا حزب البعث العشرة السنين الثانية الـ 78 كانت بأكو اضطهاد شديد عليهم ما أعطاهم فرصة أنه تتبلور لشخصيات مفكرة أو لامعة أو مهمة جدا كانوا في مرحلة الدفاع عن النفس والاختفاء والاختباء هاي من 68 إلى 72 في 78 بدت إرهاصات الثورة في إيران وانتهت بـ 88 اللي هي الحرب العراقية الإيرانية فثماني سنوات من العقد الثالث من عمر الحركة الإسلامية العراقية طاحونة أهلكت واستهلكت كل طاقات الحركة الإسلامية العراقية هل صحيح أنه عام 78 بلغ حزب الدعوة من القوة مرحلة كان يهدد فيها النظام كما يقول المالك ما أنا يقول المالك يالله وفق المالك أنا أنا بـ 78 معتقل للمرة الثالثة وين به العراق فرئيس جهاز الأمن سألني سؤال مدير الأمن العام تقصد له الأمن الشرق تماما مدير الأمن بغداد كان ما أتذكر اسمها قال لي أنت هم تتوقع تركب دبابة وأنت وربعك وتفوت هنا على القصة الجمهورية قلت لي لا أنا شخصيا مسدس ما أعرف استعمال قال لي نعرفكم تواهي حدودكم قلت لي جزاك الله خير لما تعرفون هاي حدودنا جدعوها القسوة قسوة كانت شديدة يعني أتذكر أثوان السبعينة قال لي نعم صدام بعدما صحي الرئيس كان نائب قال لي نعم صحيح سؤالك إحنا سيد النائب مصينا إذا إجاك أبلويو تحزمنا بحزام ذيب فأنت أبلويو بس إحنا نتحزمي لكم بحزاب ذيب قلتم مو ذيابا فأنت أشعاله هذه وحدة من الأمور اللي ما أنساها يعني هو ثمانية وسبعين كان ذروة قوة النظام أي وأعتقد ذروة انتشار الدعوة قبل أن يقصم ظهره لا ذروة قوة النظام صحيح ولكن ذروة ضغطة و أكثر من هذا بالأربعة وسبعين الضربة القوية عارف البصر عاد عارف بالأربعة وسبعين تم اعتقال ما يقارب من أربعمائة كادر من الدعوة والمحسوبين على الحركة الإسلامية العراقية وهؤلاء الأربعمائة بقوا بالسجن حتى جل صدام صار رئيس رئيس من ثمانية وسبعين لثمانية وثمانين الله حدث صدام له أعدمهم لا طلعهم لا طلعوا كلهم اللي انعدم انعدم واللي طلع طلع الإعدامات الحقيقية صارت بعد الثمانين بعد القرار اللي يجر من لا من بذة العلاقة بين إيران والعراق تتوتر بدأ يصير إعدام بلا رحمة بلا دليل عشوائي مخيف بصراحة يعني أنا أنا معتقل أربع مرات أعرف جيدا قبل الثمانية من أربع والسبعين الثمانين أنا معتقل أربع مرات كان فعلا اللي ما يعترف يطلع بكل صراحة يعني حتى لو عليك اعتراف ما يكفي مو دليل لازم بلسانة بلسانة أنا أتذكر جيدا كنت في زنزانة انفراضي مرة أخر مرة من المرات بس كان شريكي بالزنزانة المجاورة اللي أقدر أحتشيا شيوعي اسمه صباح سيف من البصرة فقال لي أهلا بالصديقة والمفتد قال لي هاي لك أول يوم بس ترى أني صالي ستة أشهر هنا بالمنفردة وكانت مفردة مخيفة بالأمن العامة بالأمن العامة قال لي أنصحك نصيحة إياك وان تعترف اللي يعترفون عليك مئة هي مدليل نعم وأنا في تلك المرة فعلا عليها اعترافات بس عليك أن تصمد أمام أحسنت أمام اللحظات القصة تخيل أنه اللي اعترف عليها انحكم وأنا طلعت بعد ثمانية أشهر صندت أمام التعذيب أنا ما مرة ما صندت بالأربع مرات أنا ما اعترفت أبدا في غيالاتي موجودة لم اعترف مرة واحدة والأخوان اللي اعتقلوا من الأربع والسبعين لتسعة وسبعين بهاي الأربع مرات أنا أجي أمهم أقعد سبع تشهر ثمانت شهر بعد قرار التجريب ما اعتقلوك؟ بعد قرار مجلسيات الثورة طلعت طلعت هربت قبل القرار هربت اختفيت اختفيت ستة أشهر في العراق في العراق من ثلاثة نوفمبر واحد وثمانين حتى أربع نيسان اثنين وثمانين ستة أشهر بالكامل كنت مختفي في غرفة واحدة ما أطلع إلا نادرا بسوء عبد الأمير المنصور يكشف في القصة كلها صح هذه بالسبعينات الثمانية وسبعين نهاية الثمانية نهاية السبعين تسعة وسبعين عبد الأمير تسعة وسبعين بالضبط تسعة وسبعين لاحظة خليني أتذكر جيدا حساني الذكر هو الأخ رحمة الله طلعوا بالتلفزيون أي أدري تسعة وسبعين بس أريد أسترجع ذكرته هو اعترف أيضا ذكر اسم محمد باقر الصدر قال لي هو استخدم النظام كذريع بس أقول الاعتقالات الكبيرة جدا بدت بالأربعة وسبعين وقبلها أيضا بالاثين وسبعين صارت حملة قفيفة اثنين وسبعين خفيفة على التخيل رحمة الله الله علي أنعدم هو أول واحد أنعدم قبل كوكبة الشيخ عارف البصر رحمة الله على كل حال ننجح لهذا استاذ عزت يعني هاي تضحيات يعني يستاهلها على الحزن ما تستاهلها النتيجة يعني أنا بارحة كنت أتحدث مع عد الأخوان كنت أصفهم إش قد قدمت الكرادة الشرقية شو أحدا عجيب بصراحة وكلهم عمر الزهور وكلهم من عوائل شريفة متمكنة دات جاه تحديدا أنا بالكرادة كنت يعني كانت الطبقة الاجتماعية الراقية جدا هي مادة الحركة الإسلامية مادة حزب الدعوة وجود الإمام وضحوا بهذا النعيم وبهذا النوع من الحياة المرفهة في سبيل الله لكن حتى يجي هذا يحكم حتى يجون يبوبون حتى يجون يدمرون البلد ويقسمون ويظلمون محزن يعني الآن ما هي الكريمة التي تليق بأرواح الشهداء الذين خدعوا بهذه القصة إذا صحت كلمة خدعوا تقبل الله منهم بصراحة يروي لي البارحة وفي ذكر هذا الجو أحد الأصدقاء قال أنا في إيران كنت في مؤتمر فدعاني أحدهم أن نزور أم جعفر زوجة الشهيد محمد باقر الصدر بلوان الله عليه يقول أنا مو من الحركة الإسلامية بس كنت بالمؤتمر بس أحد الشيوك يلي خلنزور هذه السيدة الفاضلة فيها في العراق الآن لا كانت في إيران المؤتمر في إيران يقول زردها يقول معانا من الإسلاميين المعروفين يقول قلت لاش تتخيل الشهيد الصدر إذا الآن يحشوا ياك شتتخيل يش يحشوا ياك كل حال هذه قصة مؤلمة ومحزنة جدا وتقبل الله من الصادقين خلي نروح الفاصل ونكمل إذا كان الله قد تقبل ونشاهد الكرام وخفة أخيرة ونتواصل مع ضيفنا نستهد عزيزة الشعب عياكم الله من جديد أستاذ عزيزة ما الذي دفعك أن تجلد الدعوة أو تجلد الحركة الإسلامية بشكل عام وبالأخص الدعوة تغير بالقناعات أم رصد للسلوك أم كلاهما يعني من نرصد هذا السلوك والنتائج طبعاً رح تغير القناعات يعني هو أولاً أنا صار عندي لا أكو يغمضون الأعين يعني ما أقدر وعين الغضاء عن كلي ما أعرف شوف يعني احنا التطور اللي حصل معنا بشكل شخصي أول تطور أو تغير هو فكري يعني سابقاً أنا كنت أتثقف وأثقف وأعمل ومستعد للموت من أجل إقامة شيء اسمه الدولة الإسلامية في العراق حكم إسلام قناعة كما أن الصلاة واجبة بالنسبة لي هذا واجب هذا تغير شو كنت تغير تغير في الأربع وثمانين حينما كنت في إيران تغير صار عندي قناعة أن الإسلام ما بمشروع دولة ولا يلزم الناس بالعمل السياسي من أجل إقامة دولة الإسلام رسالته أخلاقية مش سياسية الإسلام يريد مبلغين يدعون الناس إلى الله حتى يسوون المجتمع خوش هادمي هو الدعوة استمد اسمه من؟ ادعو لا سبيل ربك بالحكمة والمعادة الحسن ادعو المن ادعو الناس إلى الصلاح فإذا نجح المبلغون والدعاة الأوادم في تغيير الناس يعني يسوهم خوش أوادم أنت إذا هذا الخوش آدم يصير حاكم يصير خوش حاكم يصير مهندس يصير خوش مهندس أمين يصير قاضي يصير قاضي عادل شريف فتغيير المجتمع هو اللي لازم ينعكس على كل جوانب حياة الوطن معلم معلم شريف ونسيه حاكم قاضي نفس الشيء محامي نفس الشيء تاجر نفس الشيء ذول الناس تفاجأت بما بدر منهم من سلوك الفاسد أي لما طلعت من الكويت أنا هربت للكويت مشي أنا على أقدام بقيت ستة أشهر أيضا في الكويت بعدين زورت جواز وطلعت إلى سوريا شفت المؤمنين والصالحين في سوريا اللي كان يستحيل يتكلم واحد بظهر الغيب عن واحد حتى إذا كان خصمك يعتبرها غيبة والغيبة هي أكل اللحم أكل أخيك ميتا طبعا شفت لها باقي غيبة وباقي نميبة وتفاجأت بصراحة تفاجأت بس ليش قبلت أستاذ عزيز قبلت شنو أن تكون قريب من رؤوس النظام من المالكي وكنت دافعت عننا بصراحة مثلا دافعت عننا دافعت عننا كثير صحيح عن مشروعة لا دافعت عننا كنت انتهت قبل شوية قد ما كنا في فترة العسل أي عن مشروعة شنو مشروعة أولا شنو عند المالكي لا لا هذا هذا أنا حشيت كثير من الحلقات شوف أنا أول شي اشتغلت مع أيات واشتغلت مع المالكي ده أيات ما طولت أيات فترة يعني وما كنت منغمس جدا مع أيات لا لا بالعكس ليش أنا طولت ويأيات أكتر من المالكي هاي الناس ما تعرفها المالكي اشتغلت ويا برأيك لا المرحلة الظاهرة اشتغلت يعني انت مدافعت عن يعني مطلقت بالإعلام الدافع انبريتها للدفاع عن علاوك انبريتها للدفاع عن المالكي أنا ما أدافع عن شخص أدافع عن مشروعة والمشروع لما يكون مشروع شخص الاسم والمشروع يعني يتداخلان هذا واحد شغلي مع أيات اشتغلت مع أيات في وقع مو لأني مؤمن بعظمة أيات وقيات أصلا هو علماني أنا متدين هو مو إسلامي أنا إسلامي حسب فهمي تاريخنا مختلف ماضينا مختلف نعم عائليا قريبين ممكن أصدقاء ابن عم عديلي محمد أكو جو من هذا النوع لكن هو مو ثوبي ولا أنا ثوبات قبلت نشتغل سوا لما الكل قبله أنه الخارطة السياسية في العراق تصير مكون شيعي وسني وكردي فصار الاتلاف الشيعي والتوافق السني والتحالف الكردي أنا ما قبلت الوحيد الأياد اللي كان عنده استعداد ما يندمج مع هؤلاء وتعاوننا حتى تتشكل العراقية هذا كان المغري في هذا المشروع وأكيد لازم أكو رأس لهذا المشروع فكان المصلح التقتضي أن يكون أياد زعيم هذا المشروع نجي للأخ المالكي طبعا أياد في تقديري ما استمر في مشروع الوطني حوله إلى مشروع شخصي أنه هو لازم يكون رئيس وزراء بالنسبة للمالكي كان بالإتلاف الشيعي هو أن يام ناقر ناقر قوي بس كان أكو عدي علاقة مع المالكي يعني مشتركاتي مع المالكي أكثر من مشتركاتي مع آيات وحينما خطى المالكي خطوة وطنية فيها بطولة وهو أن يترك الاتلاف القائم على أساس طائفي ويتقدم بشجاعة حتى يسوي مشروع وطني اسم دولة القانون هذا كان خطوة هذا عن ورق هذا عن قناعة على الورق ما ليش أنت تسألني يعني أجاوبك أنا عاتي لا 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 على الورق الواقع يقول على الورق لا الواقع يقول أن المالكي ترك الاتلاف الطائفي الشيعي حتى يؤسس لمشروع وطني وخلع ثوب الطائفي زين هنا نجي نسأل المالكي يستمر هكذا أجاوب لا ولذلك لما طلعت الأفكار حلوة جميلة الأفكار لما طلعت من دولة القانون قالوا لي ليش تركت قلت لهم بدأ وطنيا انتهى طائفيا الآن ريحتك لا ليش يعني ماكو واحد يبدو وطني ونحسر طائفي مستحيل لا يصير ماكو تجربة بالكون واحد يبدو وطني يرجع طائفي لا تصير تصير القناعات والأفكار تخضع بعدين لمصالح الشرق الطائفي جوز يصير وطني ممكن بس الوطني يرجع يصير طائفي لا من الفضاء الأوسع إلى الكهوف أي يصير تجد ليش أحيانا مو كل الناس أول شيء مو كل الناس أنبياء لا من تحدد عن بشر تحدد أوكي البشر هذا هو البشر اللي أنت منا وآني منا أحيانا عندي قناعات جميلة جدا ويسعدني أنه هذه القناعات أيضا تصب في مصلحتي كشفة شخصية يعني هاي القناعات الجميلة يعني المشروع الوطني قناعة وأنا أشوف هاي القناعة تلتقي مع طموحاتي الشخصية نمشي مشي موفق وتماسك أحيانا هذه القناعة أشوفها قناعة هي جيدة وصحيحة لكن ما تخدم مشروعي الشخصي أو طموحي في أن أنا أكون زعيم شا سوي لو أروح للبيض أبطل أترك السياسة لو أتخلى عن قناعاتي بس أستاذ عزت احنا موضوعنا موضوعنا نعم يعني أنا أزعم أنه اختصاصي تاريخ دارس تاريخ العراق ماكو شخصية وطنية مثال واحد طلعت من الفضاء الوطني وجهت الفضاء الطائفي عادة المثل حضرتك اللي تحضأت يعني المالكي راح من الوطني للطائفي ماكو تاريخ أول شيء المالكي كان ضمن إطار طائفي اللي هو الاتلاف الوطني صحيح شك الشرنق أو طلع لا المالكي صارت قناعاته أنه دور إثبات الوجود للطوائف انتهى الشيعة كانوا طائفة مغمورة تحت الأرض ما عندها هوية داخل هذا البلد حتى وإن كانوا أغلبية فالاتلاف الوطني أدى هذا الدور والشيعة أخذوا مكانهم كشركاء حقيقيين بل أقوياء ويتقدموا على غيرهم في المشروع السياسي العراقي هو آي من عندها نسامعها مؤاندة في السلة فيقول أنا الأوان أن نطلع بمشروع وطني هذا المشروع الوطني اللي بدال مالكي بإتلاف دولة القانون لم يعنه أحد عليه وأول من خذ له الشيعة وثاني من خذ له السنة السياسين السنة تقصد طبعا والسياسين الشيعة تقصد تماما تماما لا الشيعة الناس والسنة الناس مقاريد وحبابين وأوادم هذولة بس هذولة بس شر السياسيين نعم عليهم خير السياسيين ما ينعلوا منهم شيعة السلطة وسنة السلطة أحسنت شيعة السلطة وسنة السلطة شيعة السلطة بدوا يحاربوا ويأخذون من جرفة على الغنيمة في مناخها على الهريشة قام يقول لهم المالكي راح ويا البعثين يحط إيده بيد البعثين المالكي عاف الضحايا والمقابر الجماعية راح يحور الجلادين بدوا يأخذون من شعبيته ذولة ربعة أما السنة وأني هناك خبير في هذا الموضوع أنا هذا شغلي هذا كان اللي كان لازم يعوضو ما يخسر في محيطه وفي بيته لأن اللي يطلع من محيط طائفي إلى محيط وطني يخسر من بيته هاي طبيعية فكون من يعوضه يعوض الطرف الآخر إذا هم وطنيين لكن السنة خذلوه بكل صراحة أقول لك أستاذ عزة المالكي تعلم التأمر شنو يعني يعني بدأ يسقط الآخرين بالفرية والتأمر لو ما تعلمها هذا موضوع غير اللي يدي نحكي اي اي اعرف عارف بعد أن ندخل بموضوع آخر يعني بدأت تحكي عن السنة الآن مثلا السنة يقولون طارق الهاشمي ورحمة الهيساوي هم نتاع يعني ضحايا التأمر وليس ضحايا هذا موضوع آخر إحنا دي نحكي على وطنية المالكي أقول المشروع الوطني اللي بدأ المالكي خذلو الشيعة والسنة والأكراد ما سعدوه فالرجل ما عنده استعداد يترك يروح للبيئة يبطل سياسة يريد يستمر فعاد لبيئته أنا لا أصور لك بدقة المالكي حينما لم يسعفوه في مشروع الوطني عاد لبيئته بس اللي يتمترس خلف وطني لن يتخلى عنها فهذا قانون بالحياة أخي أنت ذا تحكي عن الأنبياء والأولياء ما تحكي عن الأنبياء زين تتفق مع من يقول أن من يشعر بالمظلومية يجب أن لا يحكم لأن هذا الشعور قد يترجم إلى انتقام وغلق لا من يشعر بالمظلومية ومرارتها يجب أن يحكم لأنه حتى يقيم العدل فإن التجربة تقول هاي المظلومية هاي صح وهذا هاي تصير وهذا عدنا حصارت اثنين آني آني شاعر كثيرا بالمظلومية كثيرا ولذلك أتجنب الظلم أخشاه وأمقتوه ما عندك سلطة لا تحكي عنك شخص بس ما عندك سلطة عندي سلطة من بيتي إلى أصدقائي إلى لا تمارس لا 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 السلطة أقصد السلطة العامة الولايات العامة هو بالله الهراوة ما أي ما تنفصل ما تنفصل أنا ما كانت عنده سلطة لكن أقول كوني ذقت الظلم أكره الظالمين بصراحة وأكره أن أكون بينهم ولذلك في حياتي الشخصية وحياتي العامة أنا كله هزائم والهزائم ليش لأنه أنحط بمواقف لازم أكون قاسي وظالم ما أسويها أصحاب الأصوات العالية بالمظلومية التحول إلى ظالمين على أقل بعضهم وكلهم تحول إلى ظالمين طبعا طبيعي المظلوم حينما يتحول إلى منتقم حينما تقوم له أو تثنى له الوسادة كما يقال تحول إلى ظالم يعني مظلومي أتباع محمد صلى الله عليه وآله المشركين بضعوهم تبضيع وهجروهم وتركوا أهلهم وديارهم حينما عادوا أقوياء إلى مكة وفتحوا مكة صاروا فريقين فريق قال اليوم يوم الملحمة اليوم تسبى الحرمة وفريق قال اليوم يوم المرحمة اليوم تصان الحرمة فريقين دينهم مظلومين دينهم مظلومين بس هذا تحول إلى منتقم وهذا ذاق ضرارة قساوة الظلم فما يريد أن يكون ظالم هذه تتوقف على طبيعة تربية الإنسان وتدينة وشفافيتة ونظافتة هل كلفت يوما أو أتيح لك يوما أن تسمع صوت المرجعية عن قرب شوف أنا عقائديتي وفكري مرجعي قال أقصر وسط هذا الغليان والاشتباك والشبهات باك جرامد صغير السبب الفكري اللي حركت جند الإمام طلعت به من الدعوة هو على المرجعية لأن حزب الدعوة وفكر السياسي مالتا كاد يعطي للقيادة الحزبية موقع القيادة الإسلامية فهنا اختلفنا وياهم قلنا لهم القيادة الإسلامية هي المرجعية وأنتو كلكم أدوات بيد الفقه فصار الأنشقق فأني خلفيتي الفكرية والعقادة مرجعية وأؤمن بأن هناك حركة للتاريخ بثلاث مراحل مرحلة الأولى هي مرحلة النبوة والثانية هي مرحلة الإمامة والثالثة هي مرحلة المرجعية فالمرجعية هي الامتداد الطبيعي لمرحلة الإمامة والنبوة ولكن نعطي توصيف هنا رح نطلع حتى خارج إطار من يقترب ويتبنى ويتاجر بإسم المرجعية نقول مرحلة النبوة كانت تتميز مينستين مهمتين عصمة ووحي أكو جبرايل ينزل على النبي بلغة وأنا كشيعي أعتقد بعصمة النبي في التبليغ وفي السلوك وعصمة أهل البيت أيضا ها مرحلة مرحلة الإمامة ماكو واحد بس أكو عصمة طبعا أكو من يعتقد عصمة الإمام بالتبليغ وأكو من يعتقد بعصمته في التبليغ والسلوك والحركة والسكنة أنا من جماعة العصمة في التبليغ يعني لا يعطي لا لا يفسر ما لا ما يعطي تفسيرا يتعارض والدين لا يعطي شرحا يتنافى مع النبي والقرآن هو فيه حينما يبلغ بالدين يبلغ هو كأنما النبي يبلغ ثوابت هاي تقديري نعم أما مرحلة المرجعية فلا عصمة ولا وحي واضح هنا نختلف مع المرجعيين هم طلعنا منعتهم صلنا بخانة أخرى ولذلك أنا دائما أؤمن بالمرجع ما أؤمن بالمرجعية وأقولها التلفزيون أنا أؤمن بمرجعية على السيس تاني ليش لأنه القواعد الإيمان بالمرجعية هي العلم العدل الشجاعة ومواصفات كثيرة أخرى علمه لا جدالة فيه لا ما جاوبتنا على سؤال أصغيت له كلفت أن تروح له كلفت أن تسمع منه لا 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 ما صار عندي هذا أولا أنا ما اشتغلت عليه ولا عندي هاي الفرصة استنتجت تنتجت من خلال وجودك بهذا الجو موقفه الحقيقي من هذا الذي يجري من القوى السياسية من شخصها من رجالاتها أنا ليش أؤمن بمرجعية السيس تاني ولا أؤمن بالمرجعية يعني لا أؤمن بالمرجعية يعني لا أؤمن بالمرجعية كمؤسسة بحيث إذا السيس تاني توفي أطال الله عمره أنه الذي يليه هو نفسه السيس تاني ما كنت شيء يمكن اللي يجي وراي ودينا بداهية أنا ما أدري يمكن يتسبب في حرب أهلية أما السيس تاني هو الذي تسبب في إطفاء نار الحرب الأهلية بكل صراحة هو الذي وحده قدر ما يستطيع بحكمته وعدالته أيضا وأنا عن قرب وعن بعد أعرف أن هذا الرجل يؤمن بوحدة الوطن لا يؤمن بقيام دولة طائفية ويتبنى السني كما يتبنى الشيعي كم يتحمل المسؤولية في إيصال هؤلاء الذين نصفهم بالفساد أو الذين كانوا سببا في الخراب أسألك سؤال إش قد الله يتحمل المسؤولية من اللي تاجروا بإسمه وأثروا وتسلطوا وتملوا بس الله ما سوقهم ما سوقهم رائع جدا ليش السيس تاني سوقهم لا سوقهم قوائم معروفة يعني لا تاجروا بإسمه بكل صراحة ما يدري مثل ما الله يدري لما يدري من درة أعلن براءته منهم أغلق بابه بوجههم بعد عشر سنين أستاذ عزة لا شوف أول شي عشر سنين إحنا نحسب من ألفين وخمسة يعني خلنرجع للألفين وخمسة من كانوا يكتبون تليفون المرجعية تدعوكم إلى انتخاب القائمة الشمعة ومن لا يصدق ليتصل بهذا الرقام أكو احتمال يعني دول مرجعية تدري بهذا الذي يجروا سكتة لو ما تدري وهي كالثة إذا هذا بالشارع كله ما تدري صحيح صح لو لا أنا معك في هذا الموضوع أنا أتمنى أنه أن تغلق بابها بوجوههم مذاك التاليخ ما الذي منعه المنع هو حدود علمهم و حدود خبرتهم هم مو معصومين هم يخطأون و يصيبون ليش أنا من ناقشة السيد أحمد الصافي في خطبته واعتبرت اتعديت على المرجعية و على المقدسات ليش لأنه قلت لهم يعمل مهم المرجع هو أولا مو مرجع و المرجع يغلط و يصيب أنا قناتي إذا تريد تقول لي الآن أنت تستطيع أن تدافع عن سلوك المرجع و علاقته بالوضع السياسي كما تدافع عن النبي محمد لا كما تدافع عن إمام معصوم أكيد لا يغلط في التشخيص في التقييم تجي معلومات غلطية تبدناها هو مؤلة نعم إذن شكرا لك أستاذ عزة الشابندر على هذا الحوار الحديث معك طويل يفترض أن يكون طويل و متشعرك ولكن هذا هو هذا الذي يسمح مرحبا بك شكرا لك شكرا لإصائكم نلتقيكم في عوارات أخرى مع شهود آخرين في برنامج شهادات خاصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك مرحبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر